اشتركوا في القناة بقيمتها وقدرها وتضحياتها على مدار التاريخ استقبل رئيس الوزراء شريف اسماعيل نظيره اللبناني سعد الحريري الذي وصل مساء الثلاثاء الى القاهرة لمستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وعددا من كبار المسؤولين ومن المقرر ان يترأس الحريري وفد بلاده في اعمال اللجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة كما يلقي كلمة خلال ملتقى رجال الاعمال المصرية اللبنانية يشارك وزير الخارجية سامح شكر اليوم في الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي والمقرر عقده بالعاصمة الامريكية واشنطن كانت وزارة الخارجية الامريكية قد اعلنت انها ستستضيف اليوم اجتماعا للدول الـ 68 الاعضاء في التحالف الدولي ضد التنظيم في سوريا والعراق وسيترأس وزير الخارجية الامريكية ريكس تيلرسون الاجتماع الذي من المنتظر ان يناقش تطورات العملية العسكرية المتواصلة حاليا لتطهير اخر معقلين لداعش في الموصل الاراقية والرق السورية يبدأ اليوم المبعوث الاممي لسوريا ستفاندي مستورا زيارة لموسكو التقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومن المقرر ان يبحث الجانبان تطورات الازمة السورية والتحضير لجولة المفاوضات المقبلة في جينيف والافكار الروسية التي ستطرح خلالها موجز اخباري جديد عند رأس الساعة المقبلة باذن الله